حتى نذكركم قبل لا نبدأ احنا عدنا ثلاث حالات من الف الشرطية هنا طبعا بالسادس اعدادي أربعة ولكن هنا هذا المنهج أو المنهج هنا منطيهن يعني منطيهن منطيهن ثلاث حالات الحالة الأولى اللي هي مضارع بمستقبل الحالة الثانية اللي هي ماضي بود والحالة الثالثة اللي هي تام وماضي شرطها اللي هي الود والهاب التصريف الثالث للفعل طيب الآن عندي مائت طالما عندي مائت بمعنى يعني ود إذن هاي الجملة لازم يصير ماضي فهذا بهاي التمارين هو شم سوي منطيني وحده والثانية يريدك أن تتحلل مثلا أنا هنا هاي رح حصير ماضي فراح حصير افذى فاينال اقزام واز ايزي اي مايت هات اي ولسنا مضارع رقم خمسة طالما عندي ود جملة سصير ماضي حتى ما أنسه أذكركم أنا عندي ود أحط وحدة من المضارع شيء زمن مضارع إذا عندي ود وكود وشد هذا أني أستخدم الماضي إذا اي مستخدم الرابع إذا أنت مرض انغره إذا كان يرغب سوف أفعلها مضارع يعني هنه قواعد هنه قواعد هسه مثلاً أجي على رقم خمسة رقم خمسة حلنها رقم ستة عندي رقم ستة أنا عندي مايت طالما عندي مايت إذن شراح أخلي هنا خليكوا إياي هذني عندي حالات إف هذني عندي حالات إف اللي المهم جداً واللي دائماً نركز عليه ذني آخر ثلاث ذني عندي آخر ثلاث عندي مضارع عندي مضارع بول او مي و كان أنا عندي مضارع عندك مضارع بول يعني إذا أجدتك الجملة بزمن المضارع الجملة الثانية لازم تخليها بالول زين إذا لقي الجملة بها ول الجملة اللي قبلها لازم سويها مضارع بسيط حلو عندي الحالة الأخرى لما عندي ماضي بسيط لازم اختار الود والكود والشود وحده من هذني الماضي البسيط لازم اختار إذا أنا لقيت لازم احط ماضي بسيط إذا لقيت ماضي تام راح أخلي ود وهاف ومايت زائد تصريب ثالث الفعل يعني لما تلقى ماضي تام إذا أنا لقيت لازم اخلي ماضي تام يعني كل ما يقابلها يعني ينطيك وحده والثانية انت لازم تختارها هيت هسه احنا أخذنا هاي الجملة باوعلي على هاي الجملة شوف لي هسه أنا عندي هنا ود طالما عندي ود أرجع للقاعدة اللي أخذتها القاعدة اللي أخذتها قال لي إذا عندك ود لازم تخلي ماضي بسيط فلذلك راح أرجع للحال راح أقول راح أقول هنا أخلي ماضي فتشيل الماضي طيب أطبك المثال آخر خلينا أوضح لكم مكفر الآن راح يقول if I had received الآن if I had received هاي ماضي تام بالجملة اللي قدامها راح أقول I I I would have gotten يعني خليت الود والهاف والتصريف الثالث زين هاي القاعدة أنا من وين جبتها هاي الحتشي من هاي القاعدة الأخيرة إذا عندك ماضي تام راح تقول ود وهاف وتصريف ثالث للفعل نفس الحالة أنا عندي الود ود 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 طالما عندي ود وحدها ود وزايد تصريف فعل مجرد هاي الماضي البسيط العفو لذلك الجملة الثانية راح أخليها ماضي بسيط أحسنت أحسنت إذا ماضي تام راح أخلي ود وهاف وتصريف ثالث للفعل هذا التمرين جدا 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 مهم هذا التمرين جدا مهم هذا التمرين طيب عندي رقم عشرة يقول change the underlying verbs to passive voice and make other other necessary change in the sentence using by الآن هو يريد نحولها إلى المبني للمجهول إحنا ما شرحنا المبني المجهول وما موجود يعني لازم تكون أنت فاهم المبني المجهول هسا هادي عندي سؤال هسا هو منطينا هاي جملة يقول change the underlying verb to the passive verb and make other necessary change in each sentence هسا إحنا موضوع المبني للمجهول هو ما موجود بالكتاب إحنا أصلا ما شرحنا يعني ما موجود هل هو مطلوب بهذا اليونت طبعا طالما هو موجود بالكتاب عن المبني للمجهول فخاف يجي بالامتحان لذلك يساعد إذا يحبون هكتسوال في صراحة موضوع المبني المجهول هسا هذا عدنا شرح زمن المبني المجهول راح ناخذه طيب الآن بالبداية لازم نعرف شنه عن المبني المجهول المبني المجهول هو عبارة عن جملة حذفة منها الفاعل يعني ما نعرف من الذي قام بالفعل طيب شنه السبب لذلك نستخدم المبني للمجهول أولا قد يكون السبب يعني السبب أنه ما نعرف الفاعل نحن ما نعرف من الذي قام بالفعل لذلك نستخدم المبني للمجهول أو قد يكون الحدث الفعل أهم من الفاعل يعني من أنا أقول mentioned many people were killed in Iraq قتل العديد من الناس في العراق قتل العديد من الناس هذا هو المبيني المجهول فاعل الجملة حذف منها الفاعل لا نعرف من الذي قام بالفعل لا نعرف من الذي قام بالفعل حلو شون أحاول الجملة من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول أولا لازم أعرف الجملة ما التيازة من هل هي مضارع ماضي طيب شغلة ثانية لازم أعرف من الفاعل ومن الفعل هل أني خطوات الشغلة الثالثة الفعل اللي عندي أسويه بالتصريف الثالث والشغلة الأخرى المفعول به اللي عندي لازم أخليه بداية الجملة والفاعل اللي لازم نحذفه طيب إحنا نحذفه لأننا إحنا راح نحذفه بعد خليني أنا أخذ أمثل أنا عنده علي أخذ علي الكتاب هذه الجملة عندي بالمضارع البسيط عادية بسيطة مرتبة أريد أحولها بالمضارع البسيط أريد أحولها عفوا للمبني للمجهول عندك هاي القاعدة مالة المبني للمجهول مكتوبة قدامك بهذا اللون القاعدة تقول مفعول به من هو المفعول به اللي بالأصفر والإز هاي القاعدة إز لأر لأم والتصريف الثالث الفعل وتكمله طيب أنا أجعل جملة جملة ماتية الرئيسية هاي جملة ماتية هي مبني للمعلومة علي تيكس دابوك شن معنى علي تيكس دابوك معنى علي أخذ الكتاب عيد جملة مرة ثانية أقراها علي تيكس دابوك 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 من هو علي؟ كلوا يا إستاذ عادل إستاذ محمد عيني كلكم ويا الشي من هو العلي الفاعل وتيكس من هو شين هو تيكس؟ الفعل الفيرب وعندي The Book اللي هو المفعول به طيب زين زين علي فاعل The Book مفعول به القاعدة تقول المفعول به بالبداية The Book جبت خليته بالبداية حلو والفعل المساعدة لإزخ استخدمته والتاكس سويته تصريف ثالث سويته تصريف ثالث سويته The Book is Taken The Book is Taken هاي الجملة صارت مبنية للمجد طبعا ممكن أقول باي علي بواسطة علي يصير مو مشكل أي سور أكتب علي The Book is Taken باي علي مو مشكلة هذا هو المبني للمجد وحسب الزمن اللي عندي علي took The Book بدالة الإصارة توز لأنها ماضي إذا عندي وال نفس الحالة رح يصير عندي مفعول به The Book will be القاعدة رح يصير والو بي هاي لازم القاعدة نحفوها وهاي كاملة الملزمة المرتبة تقدر تلقى عليها نظرة وتشوفها بكل الأزمنة وبكل الحالات نرجع للمؤتمرين مالتنا هسه هو قائل لي قائل لي قائل لي هنا حول ليها إلى المبني للمجهول Someone had not taking his car طبعا إذا هي نفي تبقى نفي مثل ما هي يعني باعتبار عادي يعني النفي ما لا يعلاقه ما رح يقدم ولا رح يأخذ هسه his car رح أجيبه حطه بالبداية أوكي وورا الhis car أنا عندي had not stolen أجع على الماضي التام قاعدة الماضي التام قائل لي قاعدة الماضي التام رح يصير وهاد وبينه تصريف ثالث أجي هنا أكتب القاعدة المفعول به بالبداية عندي his car يعني سيارته حلو had been والتصريف الثالث عندي ما للفعل شنو هذا stolen his car had been stolen انتهى الحل سويته مبني للمجهول بس يجي طيب بس سمن هذا فتح هذا هو طريقة التحويل حسب القواعد اللي عندي طيب السؤالي عندي السؤالي عندي هنا عندي على سبيل المثال everyone citizens reported car every every if every citizens reported car هذا هي reported ماضي بسيط عند الكار المفعول به طبعا every citizens هاي الفاعل راح تنحدف حذفناها every citizens والله خذفناها خليها تولي أوكي هاي الخطوة الأولى هاي الخطوة الأولى هاي الفاعل reported هي الفعل والكار هي المفعول به راح تصير عندي راح تصير عندي بالحل if the car زين الكار ليش جبتها بالبداية ما حذفنا every citizens والكار هي المفعول به لازم حطها بالبداية حلو ورا الكار شا راح أستخدم راح أقول واز ليش قلت واز لأن ماذا بسيط reported حط لك ايدي اوكي every car عفوا راح أصير the if the car إذا السيارة أو if the car إذا السيارة where reported وكمل وكمل الحل مثل ما زين هاي والكود سول إذا أجتني كود سول شلون راح أستخدم القاعدة نروح للقاعدة اللي أنا نزلت لكم إياها وين القاعدة القاعدة الكود والود والود وشت نفس الشي يعني هساني مثلا هو إينا قيل لي كود سول يعني كود وراها فعل مجرد هاي القاعدة راح نتعامل إياها مثل حالها حال الول راح أصير كود بي نفس الشي يعني ماكو فرق هاي الأفعال يعني مثلا تجيني علي صارت القاعدة ومفعول به طيب إذا بدأ الول عندي شل نفس الحالة راح أصير ومفعول به أو شل طيب إذا عندي مثلا مو شل عندي كود فمن نفس الحالة نفس الحالة ونفس النظام راح أصير المفعول به أحطه ورا المفعول به أخلي الول أو الكود أو الشد وراها بي وراها تصريف ثالث للفعل والفاعل اللي عندي ينحلف وأهم نقطة أفسخ الجملة يا أخوان يعني هسان إذا لدي شخص ذثيف من هو الفاعل؟ لدي شخص ذثيف والهاد سين هو هذا الفعل الجمع يعني الزثيف المفعول به إذن من نريد أن الشاس هو أحذف سمون أحذف سمون أوكي وبرح جسو أجيب الشاسة أخليه بالبداية سوف نأخذ أي شيء جديد سوف نأخذ أي شيء جديد نفس الحالة الآية الفاعل الفعل المساعد ايضاً هاي مستقبل راح أصير ريبورت ريبورت هذا الحل راح يصير ليش جبت بالبداية خليتها ورا مثل قبل لأنه مفعول بها اجيب حطها بالبداية هي حذبتها لنش قلت الول بى ماين جبتها جبتها من القاعدة ما للمستقبل المبني المجهول اللي هو هذا وينها الول بي وينها القاعدة هاي وينها قدامك ايها وين هي القاعدة مفعول به والهر زيان لعد الميك ليش سوتها ميت ما هو لازم يقول تصريف ثالث الميك شنو التصريف مارتها ميت على هذا الحشي وعلى هذا النظام وهاي الول بي هم نفس الحالة هم نفس الحالة من المفعول به هنا ات اجيب الاتخلي بالبداية اي بليف ذات هز انستنس كامبني هاي كل هالفاعل كل هاذ الفاعل المفعول به العفو العفو دقيقة اي بليف ذات هز كامبني اي بليف اذا هاي هي الفاعل مضبوط هاي الفاعل ليش لين جاي قبل الفعل وهاي الول بليف توقع مثل ما هي زين استاذ انا شون اعرف الفعل هاي ملاحظة قلتها قبل وارجع لقل لكم مرة ثانية يا اخوة دائما من الدوخ من الدوخ دائما ما تعرف الفاعل وينه هل الفاعل اي لو ذات هز انستنس ارجع لي على الفعل الرئيسي ماتك سوف يدفع هذا الفعل الرئيسي ماتك اللي قبله هو الفاعل هسا انا عندي هاي اف بوب هاز تو باي انيو كار طيب انا عندي هنا عندي بهاي الجملة اجعل الفعل مالتي الشك وشي يجي قبله قبل الفعل الرئيسي هو الفاعل مالتي هساني هنا بوب ليش لين جاييني قبل الفعل اي افا سي انيون هنا الاي واضح حتى بس حتى مثلا هاي اف ذا بوليس بوليس الفاعل حتى تعرف تندل وين الفعل وين الفعل ؟ او مين الفعل الرئيسي هو where كانوا من هو الفعل ؟ joji teach اجلس نطع we دائما قبل الفعل هو يجيك الفاعل اللي قبل الفعل هو الفعل الفعل الرئيسي لين المرات يصير عندك أكثر من الفعل بتجملة انت مارس الذي دائما ذات ينرception الذي يحمل المعنى الرئيسي هذا هو الفاعل يعني قولناggak تلاحل كل شيء قبل لا أستقل من تريد تحل المبني للمجهول يا أخوان طلع لي وين الفاعل وين الفعل وين المفعول به وورا هجيب المفعول به حطه بالبداية والأفعال المساعدة والفعل تحطه بالتصريف هذا كل المبني للمجهول ناس تبقى تشرحها يعني أربع محاضرات خمسة أنا ما عرف ليش هاي المبالغة والله محاضر واحدة زايدة علي والله طبعا مو مشكلة أنت ذا ترجع تقربي وتعيد وتراجع هذا بعد شيء أحسن ولكن قصد الموضوع بشكل عام بسيط أبدا مو سهل أبدا عفوا مو صعب الموضوع إن شاء الله سهل طيب هذا كل ما موجود بهذا تمام نأتي الآن إلى replacing if شون معنى replacing if شلون أستبدل الف طبعا كلمة الف مقدر أقدر اللي هي معناها إذا أقدر أستبدلها بعبارة أخرى وهي ونفس النظام ونفس المعنى هنا إذا نريد ندول ملاحظة نقول أولا من الممكن استبدال الف بأنلس هاي أول ملاحظة نأخذها هاي واحد ثانيا 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 يقول it is possible to replace if with a provided or a provided that when the idea restriction is very strong مرات يقول أقدر أستبدل الف بكلمة provided provided that إذا نكتب الملاحظة نقول إذا نكتب الملاحظة يمكن استبدال الف ب provided provided ونقدر أستبدال الف ب provided that طيب إيش وقت مرات يمكن استبدال الف ب provided that مرات يمكن استبدال الف ب provided that مرات يمكن استبدال الفيكرة مقيدة جداً أو محددة نقدر نقول عندما تكون الفكرة محددة أو مقيدة طبعاً شوني معنى الفكرة مقيدة أو محددة هسا راح أشرح لكم إياه يقول I will lend you $50 راح أدينك $50 provided that you will repay me يعني بس ها على فكرة لازم ترجع ليهم as soon as your check arrives شك يعني ليه سك يقول آني راح أدينك $50 بس ترى اللي يدير باي ها على فكرة لازم ترجع ليه يعني بأقرب فرصة شوكت ما تستلم السك مالتك أو شوكت ما تستلم راطبك ها شنو هاي هاي مقيدة أنا قيدته الفكرة التقييد قيدت القيدة الشخص اكو فكرة مقيدة يعني لذلك يقول نقدر نستخدم بها Provided حفظ للمثال هذا هذا اللي عيد بي I will lend you $50 provided that you will repay me as soon as your check arrives وهنا قيل لي ملاحظة رقم أربعة أيضاً نقدر نستبدل ال if suppose or supposing suppose or supposing what will happen if what will happen if and what could يعني مقدر supposing على افتراضاً يعني supposing you أسانا لما نقول افترض هي بمعنى إذا بشكل عام يا أخوان كلمة suppose you هي ترى معناها افتراضاً هسانا اقول افترض انت افترض انت تخرجت اش راح تسوي طيب اذا اقول اذا تخرجت اش راح تسوي نفس المعنى لو ما نفس المعنى نفس المعنى ما نفس المعنى ما نفس المعنى ما نفس المعنى وقال لي بايضاً يقول it is possible to replace if with in case ايضاً ضيف لملاحظة قال لي ترى نقدر نستبدل ال if ب in case اش وكت يقول يقول تقصيد اذا ان حضرت ايضاً م Hope انا احضار ايضاً 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 او ايضاً ايضاً سوف نأكل بالداخل في حالة الدنيا في حالة الدنيا إذا مضرت في حالة وهي نفس الحالة يا أخوان لو نرجع للأصل هي نفس الشرطية يعني مثلا أقول لك في حالة أنت تخرجت ما ستفعله؟ نفس الحالة حتى المعنى لا يوجد فرق حتى بالمعنى لا يوجد فرق ترجمة نانسي قنقر